عندي بقى عزومة ومش عايز اقولك عشر اشخاص والطلبين مني مكارونا بشامل وقالولي لازم تعمل فيها حاجة جديدة فانا عملتها لهم بطريقة انا مش عايز اقولك الموضوع كان ماشي ازاي الخرطة بقى والقطعة بقطعتها سخنة والجبنة سايحة وعملناها بالسجوء مش باللحمة المفرومة حتى القطة جعنة تلاكل الاول مبدئيا انا احلى مكارونا بشامل اللي عملتها في حياتي جمدة جدا يلا بقى انا عملت الكمية العزومة جبت كيلو لربع من السجوء وعملت ايه في السجوء بقى بدأت اجيب السكينة عايزة تحطيه في المفرومة مفيش مشكلة لكن بالسكينة افضل بكتير جدا ويكون متنشر كويس قوي عند الجزار ونبدأ اللي احنا نفرومه فارمة نعمة تبقى بالشكل ده لازم افضل ادوس عليه بالسكينة جامد لحد مفرومه ويبقى ناعم زي لحمة مفرومة اجيب بقى عندي بصلتين اتنين ونبدأ اللي احنا نقطعهم ونفرومهم فارمة نعمة برضو لو عادي الكبة اشتغلي في الكبة لكن انا بحب افروم البصل بالذات على ايدي جبنا بصل ابيض والبصل الابيض بيبقى طعمه سكر اجيب عندي طماطمتين اتنين ونبدأ برضو نفرومهم نعمين جدا بعد ما فرمنا البصل وفرمنا الطماطم اجيب عندي فلفل اغضر رومي ونبدأ برضو اللي انا افرومه فارمة نعمة ويساء ولو عندك فلفل حامي ممكن تحط له نقص أرضنا ولا حاجة نجيب عندي الطاصة ونبدأ نحط عندي معلقة من السمنة البلدي أو ممكن تحط معلقتين اتنين من الزيت وناخد عندنا السجوء اللي إحنا فرمنا ده ونحطه عندنا في الطاصة ونشوحه أكنينا بنعمل بالزبط لحمة مفروعة ومنعصاجها بس مش عايز أقولك الهنك أصلاً بتاع السجوء لما بيتفرن مع خلطة بتاعت السجوء وبتعمل طعم رهيب يا جماعة للمكارونا بشمالك بعد ما عملناها كده وحطناها في الطاصة بابدأ إلينا أفك من بعضه من غير ما أحط أي إضافات تانية وأبدأ أحضر عندي البصل والطماطم والفلفل الأغضر بعد ما حطناهم أقلبهم تقليبة كده مخترمة عندي على النار وفي ساعتها بقى أبدأ أهدي النار شوية نارة وأقلم المتوسطة أحط عندي شوية ملح صغيرين مع شوية فلفل أصمر ونقلب التقليبة التمام عايزة تحط معلقة صلصة الطماطم مفيش مشكلة أحط شوية مية صغيرين وتسيبوهم على النار لحد ما يبدأوا اللي يتبخروا معي حالة بقى عندي على النار أحط فيها 2 لتر من الحليب أنا بقولك الكمية بالزبط متاعت كل حاجة 2 لتر من الحليب 3 ورق لورة أحط زعت الأوروز ماري أنا المكعب دي أنا اللي عملها وإن شاء الله هاديكم طريقة حلوة قوي لمكعب المرأة أعملنا حصري لحضراتكم وإن شاء الله هنزلها قريب أبدأ أقلب عندي الحليب ده وأسيبه عندي على النار والسجوب استوى تماما مية سخنة بحط فيها شوية زيت وشوية مل وبعد كده بنزل عندي بكسين 2 من مكارونة الألم يبقى الكمية دي هتكسين 2 من مكارونة الألم ولازم بعد ما نزلها لازم نبدأ نقلب فيها حوالي بالزبط 20 ثانية كده ولا حاجة عشان ما تعجنش وبالتلات تربع تسوية نرفعها من على النار ونبدأ نصفيها من المية أوه يا حضراتك بقى تحطي مية بردة عليها نسيبها كده زي ما هي تبرد وحط عندي في حلة 3 معالق كبار من الزبدة وحط عليهم قدي بقى وقوم جايب عندي زيت الدرة وحط عليهم 3 معالق من زيت الدرة واحد اتنين تلاتة وقلب الزبدة مع الزيت كويس جدا وحط 5 معالق كبار من الدقيق قدام حضراتكم 5 معالق كبار على 3 معالق زبدة و3 معالق زيت حلو الكلام ونفضل نقل فيه ونسيبهم على نار متوسطة لحد ما تديه يستويه كويس جدا مع الزبدة والزيت تعالوا بقى نصفي عندنا الحليب ونشيل منه الورق اللورة ونشيل منه الزعتر ونشيل منه كل حاجة تبقى موجودة ونكت الحليب كده بقت في حتة تانية خالص نقوم شاينين الحليب ونبدأ نحطه على الزبدة والزيت ونبدأ نلزل على طول قدام حضراتكم وتقليب مستمر ونار تكون متوسطة الحد من البشاميل اللي عندي يتقل معايا وتفرج على الكسافة متاعته بعد ما يقلب أهوت بص بقى عامل ازاي ولا تقيل ولا خفيف هو ده المصبوط بص ما شاء الله القوامه ومش عايزة أقول لك طعمه وريحته عامل ازاي تعالوا بقى نجيب عندنا المكارونا قدام حضراتكم لقوم حطينا بحلة كبيرة ودي أهم خطوة عشان تطلع المكارونا بتاعتك تبقى جويسي جدا وتريه وتبقى طعمها حكاية أخذ حوالي خمس كبشات كده من البشاميل ونبدأ نحطهم على كل كميات المكارونا زي ما حضراتكم كده شايفين ودي أهم نقطة بقى في المكارونا بالبشاميل عشان لما تيجي تطلع الخرطة كده تطلع القطع بقطعتها ويبقى كل قطعة واخدى البشاميل اللي متاحها المزبوط بعد ما حطناهم تعالوا بقى نديها تقليبة كده محترمة بالمعلقة زي ما حضراتكم شايفين سهلة جدا وبسيطة ومش بتاخد وقت معاكي بس تتعمل صح أجيب عندي بقى الصاج اللي هنبدأ نشتغل فيه ياريت الصاج أو الصانية اللي نشتغل فيها تبقى عالية أنا طبعا على قد الكمية ديت أنا جايب طبعا حاجة أربعين مقاسة أربعين فاربعين وجايبها الصانية عالية عشان أعرف أعمل فيها البشاميل نحط أول حاجة عندي نصف كمية المكارونا وبعد كده ببدأ اللي أنا بمعلقة نبدأ اللي احنا نوزحها توزيع حلوة أهم حاجة رسمنا أو معلقتين اتنين من الزبدة وبعد ما وزعناهم وتأكدنا التوزيع بتاعيتنا تمام نقوم واخدين عندنا شوية صوص بشاميل من اللي قدام حضراتكم دول حوالي خمس كبشات برضو أنا عشان كده يا جماعة أنا بعمل البشاميل كتير بعمل اتنين لتر من الحليب عشان بحط كمية حلوة جدا معاها في المكارونا من جوا في الحشو عشان تطلع مصبوطة نجيب بقى بعد كده عندنا السجوء وابدأ ان انا اوزعه بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه في الصينية وفي كل حتة لازم تاخد سجوء معي بعد كده بابدأ ااخد عندي نصف كمية المكارونا اللي بعد كده ونقوم حطينها ونبدأ نجيب عندنا معلقة واوزع يا باشا كل الكلام ده هوت في الصاج قدام حضراتكم واخر خطوة ناخد عندنا البشاميل الباقي بقى واوزع وياريت يكون بوفرة ويبقى كمية كده حلوة زي اللي قدام حضراتكم دي عشان تتخلى الجوة المكارونا وتطلع شوية مكارونا بشاميل زي ما قال الكتاب بعد ما كده بوزحها عندي بالمعلقة واجيب معلقة ونبدأ نوزع البشاميل لجوة المكارونا وكله تمام التمام يا باشا وتحت السيطرة شوية جبنة بقى متزرلة وعندك انواع كتير جدا يا جماعة الموضوع مش في الجبنة اه النوع طبعا بيفرق ولكن التسوية هي اللي بتفرق ما تحطيش البشاميل اللي عندك او المكارونا بشاميل اللي عندك بقى ملسقة للشوية لازم تحطيها من تحت عشان تستوه براحتها والجبنة عندي ما تنشفش ابدأ اولع بقى عندي الفرن الغاز ده جميل جدا وبيطلع الحاجة تسويتها بصراحة ولا كلمة او بصراحة انا اخدتوا من الحاجة يعني ربنا اديها الصحة يعني ويخليها لنا شغلت الشعلتين اتنين وظبطتهم درجة حرارة متوسطة مايبقاش الشعل عالية وبعد كده اقومت قافل الفرن لحد ما يحملها بعد ما نسخن نقوم حطين عندنا الماكارونا ونقوم قافلينها ونسيبها المدت بالظبط ربع لتلت ساعة واتفرج يا باشا الماكارونا من تحت مستوية وبص الشيخ للجبنة عامنا ازاي وشكل الماكارونا وحاجة تفتح النفس اهم حاجة بقى في الماكارونا بشاميل تطلقيها حضرتك وتسبيها تبرط ايوة تسبيها تبرط حوالي خمس دقة كده بعد كده نقوم جابين عندنا السكينة ونبدأ ناخدها طولا زي ما حضرتك كده شايفين يعييني عالجمال بس ما تبقاش برد قوي عشان الجبنة برضو تشد كده وتعمل معاها شغل عالي وهوب بنقوم جابين المغرفة متاعتنا وهوب بنقوم شايلين اوة عوشك الله اكبر انا مش عايز اقول لك ريحة عاملة ازاي ومن جوة بص تاخد القطعة بقطعتها والجبنة سايحة وشغل عالي قوي يلا بينا ندق بقى ونشوفوا الموضوع حتى القطط جعنا تباكل الاول مبدئيا انا احلى مقارنة بشغل اللي عملتها في حياتي جملة جدا